اشتركوا في القناة اقرأ عليكم مما جاء في الرسالة الاولى التي وصلت الى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة في السنة العاشرة بعد الاربعمائة من الهجرة في اخر ايام حياته حياته الرسالة وصلت سنة اربعمائة وعشرة والمفيد توفي في شهر رمضان سنة اربعمائة وثلاثعش للهجرة امام زماننا يخاطب اكثر مراجع الشيعة انا ذاك اكثر زعماء الشيعة انا ذاك وقطعا فان الخطاب يوجه للشيعة من اتباعهم عبر هؤلاء الرؤوس فاننا يحيط علمنا بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم لا يعزب لا يغيب وهل يغيب شيء عن امام زماننا فاننا يحيط علمنا بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم وفي بعض النسخ بالذل الذي اصابكم والمعنى واحد زلل الضلال هو الذي يقود الى ذل الضلال ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم لماذا يا بقية الله مذجنح كثير منكم الخطاب موجه عبر المفيد الى مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فهذا الخطاب ليس لعامة الشيعة لان عامة الشيعة لا يعرفون المنهج الذي كان عليه السلف الصالح وبعد ذلك يبتعدون عنه هذا امر مرتبط بالمراجع بالفقهاء بالعلماء مذجنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ما هي ميزة السلف الصالح من أشياع الأئمة التمسك بمنهج الكتاب والعترة أما هذه الإضافات من العقل والإجماع والعقل هو القياس عند الشوافع وهم أبدلوه لأنهم ملبسون ومدلسون وشياطين أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي وخرجوا بالدين عن المسار الصحيح ذهبوا بعيدا بعيدا الإمام يقول لهم هكذا مذجنح كثير منكم إلى أي اتجاه إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ذهبتم إلى مكان بعيدا عننا مثل ما قلت لكم إمامنا مشرق ونحن الذين نقول إننا شيعة مغربون مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة يا زعماء الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف السلف الصالح منهم زرارة محمد ابن مسلم المفضل ابن عمار هؤلاء هم السلف أصالح أصالح الذي يتحدث إمام زماننا عنهم إنهم سفراؤه الخاصون إنهم إنهم هؤلاء هم السلف أصالح مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى تركوا منهج هؤلاء وذهبوا بعيدا باتجاه نواصب سقيفة بني ساعد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم هذا هو عهد الغديرين عهد الغدير الأول وعهد الغدير الثاني فإمام زماننا يتحدث عن عهد الغديرين هنا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هم يدركون الحقيقة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هم يعلمون ولكنهم هكذا يقولون وهكذا يتظاهرون بالضبط بالضبط مثل ما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المشبهون بأنهم لنا موالون هم يعرفون أنهم على منهج أعواج وحق الزهراء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل في نجفكم يعرفون أنهم على المنهج الأعواج المشبهون بأنهم لنا موالون هذا يظهرونه كما قال إمام زماننا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم كأنهم شهاطين كأنهم لا يعلمون الصادق هنا يقول المشبهون ما هي مشكات واحدة كلامكم نور من منبع واحد ولذا مراجعكم في النجف يضعفون رواية التقليد ويضعفون تفسير إمامنا العسكري ويضعفون هذه الرسائل التي وصلت إلى المفيد والمصدر كتاب الاحتجاج ويضعفون كتاب الاحتجاج وهم حينما يقرؤونها يستشعرون صدقها صدق هذه المضامي لكنهم ينافذون برنامج الشيطان إنه المشروع الإبليسي الذي تكفلت حوزة الطوسي بتنفيذه في الواقع الشيعي لمضادة المشروع المهدوي لا تحدثوا عن أنهم يفعلون ذلك بحسن نية بسوء نية بسبب حماقته بسبب غبائهم لا شأن لي بكل هذا فلست صاحب زمان حتى أعرف النوايا وحتى أحاسب على النوايا أنا عندي واقع موجود على الأرض عندي فضائيات وعندي خطباء وعندي مراجع وعندي دروسهم وعندي كتبهم عندي معطيات موجودة على أرض الواقع هذا هو الذي أتحدث عنه فأنا لا أتحدث عن النوايا ولا أتحدث عن عواقب أمور الناس هل هم من أهل الجنان أم أنهم من أهل النيران إنني لا أعرف هذا عن نفسي فكيف أعرفه عن غيري أنا أتحدث عن معطيات واقعية موجودة على أرض الواقع فأنا أقرأ عليكم من كتبين وأنا أعرض بين عيديكم فيديوات بالصوت والصورة عبر برامج المختلفة أنا أتحدث عن هذا الواقع المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معهدون يتظاهرون بهذا يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقيدة فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هؤلاء هم هم بأنفسهم بأعينهم بذواتهم يخاطبهم صاحب الأمر ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم أنتم قد زلت أقدامكم زلت عقولكم أنتم ضالون مضلون كيف ذلك يا بقية الله مذجنح كثير منكم والناس تمشي مع الأكثرية مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا هذه الأكثرية أين إنها في حوزة النجف وكربلاء وهذا الكلام ينطبق على الجميع لأن الجميع على منهج واحد فالأكثرية التي يتحدث عنها إمام زماننا في زمن الرسالة هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة أما نحن الآن في سنة 1443 للهجرة فهذا الضلال اتسع واتسع اتسعا حتى أنه صار شاملا للجميع هذا هو واقعنا الذي نعيشه ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شياطين 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 أخباث نذهب إلى فصل موسيقى موسيقى